بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب ومرحبا بكم في فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو الأقاليم الحارة والمعتدلة والباردة وهو من دروس جغرافية الثاني عشر أدبي توجيهي طبعا في البداية عزيز الطالب لا بد أن تعرف ما هو مفهوم الأقليم المناخي والأقليم المناخي عزيز الطالب هو مناطق جغرافية على سطح الأرض هذه المناطق إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة لكن عزيز الطالب هذه المناطق سواء كانت متصلة أو منفصلة فهي متشابهة والتشابه يكون فيه الخصائص المناخية من حيث الحرارة أو الرطوبة أو الرياح وتتنوع إلى ثلاثة أنواع وهي الحارة والمعتدلة والباردة وسنبدأ الآن عزيزي الطالب في الأقليم الحارة طبعا تعريف الأقليم الحار هو المناطق الحارة لكن هذه المناطق لها نطاقات هذه النطاقات تتوزع من دائرة 0 إلى 30 طبعا دائرة عرض طبعا نحن تعرف أو عرفنا أن الدوائر العرض هي التي تقوم بتحديد الأقليم المناخية أو أحد فوائدها وهذه الأقليم تتشابه في معدلات الحرارة ولا تقل بشكل شهري عن 18 درجة مئوية وتقسم هذه الأقليم إلى الأقليم الحارة إلى عدة أقليم وهو بشكل أساس مناخ الأقليم الاستوائي ويأتي لك السؤال على هيئة تكلم عن المناخ الاستوائي من حيث سبب التسمية والامتداد سبب التسمية هو بشكل أساسي لأنها يظهر على جانبي منطقة خط الاستواء طبعا منطقة خط الاستواء تمتد من 0 إلى 5 شمال وجنوب خط الاستواء وقد يصل في بعض المناطق إلى 10 شمال وجنوب خط الاستواء وهذه الأماكن في كل قارة لا بد أن تحفظها لأنها يأتي لك حدد في قارة قذا وقارة كذا فمثلا في قارة أفريقيا تكون في نهر الكونغو في هضبة البحيرات الاستوائية في جنوب الصومال في ساحل خليج غينيا وهي المناطق التي تكون حول خط الاستواء أما في أمريكا الجنوبية في هيا في حوض نهر الأمازون في أقارة آسيا في أندونيسيا وماليزيا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه لا توجد في أمريكا الشمالية ولم توجد في أوروبا لأنها تكون بعيدة عن خط الاستواء طبعا هنا قمت بجمل الخصائص الموخية للأقليم الاستوائي من حيث درجة الحرارة طبعا معدل حرارة الشهري لا يقل عن 22 درجة علل لماذا؟ لأنه لظهور الغيوم والأمطار وكثافة الغطاء النباتي فهي تقلل من درجة الحرارة انخفاض المدى الحراري السنوي يعني طبعا لا يتجاوز 5 وطبعا هذه أسئلة علل والسبب بسبب تساوي عدد ساعات الليل والنهار وينخفض المدى الحراري اليومي ولا يزيد عن 10 علل لماذا؟ بسبب الغيوم كل هذه أسئلة علل الرطوبة أكثر بيئات رطبة ولا تقل عن 80% علل لماذا؟ بسبب الأمطار والارتفاع التبخر طبعا لماذا ارتفاع التبخر؟ بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تلطف تكون نسبة الرطوبة عالية وأيضا هي أن هذه مناطق تكون محيطة بالمحيطات يعني المحيطات تحيط بها دائمة الأمطار أكثر من 1500 مم في السنة والسبب علل لماذا؟ لأن الضغطها منخفض طوال العام لماذا؟ لأنه ارتفاع الحرارة والرطوبة وبما أنه درجة الحرارة هي مرتفعة فعملية التبخر تكون عالية إذن هنا أصبحت الأمطار هي أمطار تصعيدية وبالتالي تكون بشكل أساسي وقت الظهيرة مصحوبة بعاصف راضية أما الضغط الجوي والرياح عزيز الطالب قلنا أن هنا الضغط منخفض إذن هنا الضغط منخفض ما سبب أن الضغط منخفض لأرتفاع درجة الحرارة والتيارة فارتفاع درجة الحرارة تعمل على تكون طيارات صاعدة هذه الطيارات تقلل الضغط في منطقة التي تحدث بها هو ارتفاع الرطوبة وبالتالي هنا يتصف بركود هوائي طبعا هذا الركود يسمى حسب المنطقة وهو الركود الاستوائي علل لماذا؟ لبس عدم وجود فرق بين درجات الحرارة نحن نعرف أن الطيار أو الرياح تنتقل من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض وبما أنه لا يوجد هناك فرق في درجة الحرارة فلن يكون هناك فرق في درجة الضغط وبالتالي لن يحدث هناك عملية انتقال الهواء بشكل كبير فبالتالي يحدث ركود استوائي وهذا العدم وجود اختلاف الضغط والحركة الرأسية ثم تصبح حركة أفقية بطيئة كلما ارتفعنا إلى أعلى وتهبه برياح تجارية طبعا هذه الرياح منتظمة وهي التي سميت بذلك بسبب أنها كانت تستخدم في حركة السفن الشرعية قديمة انخفاض المدى الحراري واليومي والسنة في منطقة السواء بسبب تساوي الليل والنهار وبسبب الغيوم هذا بالنسبة للمدى الحراري اليومي والسنة على لي تصف الملاق الاستوائي بالركود الاستوائي لعدم وجود فرق في درجات الحرارة تكمل حركة الهواء الوفقية طبعا سأعرض أسئلة اختار في نهاية هذا الفيديو أنا سوف أتظهر لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وأن تدعمونا لقاليم المعتدلة طبعا تنتد من 30 إلى 60 درجة وهو في البداية الأقليم البحر المتوسط أو ما يعرف بأقليم شبه الرطب والسبب التسمية لأنه يتركز في حوض البحر المتوسط وبعض المناطق البعيدة لكن بسبب تشابه المناطق خصوصا مثلا في أمريكا مثل إقليم كاليفورنيا في إقليم الكاب في غرب أفريقيا فموقعه من 30 إلى 45 شماله وجنوب خط الاستواء ويتركز في حوض البحر المتوسط مثل السوحل الغربية لآسيا الجنوبية لأفريقيا الشمال الأفريقيا أسفة الجنوبية لأوروبا وجنوب غرب أفريقيا لأنها بعيدة عن منطقة قتل استواء أو عن منطقة التأثير لكنها تتشابه وهو أقليم الكاب لابد أن تحفظه يأتي إليك ومكانه على خريطة كاليفورنيا جنوب غرب أمريكا الشمالية وسط الشيلي وجنوب أسترالي خصائصه عزيز الطالب هي خصائص دافئ شتاء دافئ حار جاف صيفا ومعتدل شتاء أمطاره متذبدب علل لماذا لأنه يقع بين المناطق الرطبة والصحراوية طبعا الضغط الجوي تأثر بضغط جوي مرتفع في الصيف وهذا يسبب هبوب رياح وبما أن هناك هبوب رياح كثيفة ستمنع من عملية التكاتف وهدوء الرياح لذلك الأقليم يكون جاف في الصيف أما في الشتاء تهب الرياح الجنوبية الغربية وهي السبب الأساسي في طبعا أنها يكون مصطحبة بالمنخفضات وتحت حرك الضغط جنوبا طبعا حرب لماذا؟ بسبب حركة الشمس الضاخرية هنا هذه الأوامل هي التي تكون مسؤولة عن تشكل أنطار يعني لماذا تحدث أنطار في هذه الفترة من السنة بسبب رياح الجنوبية الغربية المصاحبة لنخفضات طبعا وتأثر في رياح البالدة مثل لا بد أن تحفظ الأنواع رياح الملسطران طبعا هذه تكون بشكل أساسي في جنوب أوروبيا رياح الحارة تكون في طبعا مصدرها الصحراء الكبرى وبما أنها تسمى رياح القماسين طبعا بما أنها تأتي من مناطق جامفة فهي تكون جافة بشكل أساسي ما العوامل المؤثرة على ملاخ فلسطين؟ المؤثرات البحر المتوسط طبعا جعلته معتدل السفاعة المنخفضات بشكل طولي المرتفعات أو رياح أو ما يسمى الجبال الغربية على الساحل فلسطين وهذه أدت إلى زيادة الأنطار على السفوح الغربية لكن قلتها في السفوح الشرقية لأنها تقع في منطقة تسمى ظل المطر الأغواء تمتاز بقلة الأنطار على الليل لماذا؟ بسبب بقوعة في ظل المطر أما في الشمال تسقط الأنطار في السهول الداخلية مثل سهل مرج بني عامر هذا بتنقب جنوب فلسطين هي نصف مساحة فلسطين وهي منواخها صحراء لا تسقط أنطار على فلسطين صيفا بسبب سيطرة ارتفاع الجو الأوزوري على فلسطين في آخر جزئية عزيز الطالب وهي الأقاليم المناخية الباردة امتدادها من ستين إلى تسعين شمال وجنوب خط السواء في المناطق القطبية في آسيا في سايبيريا في الدول السكندرنيفية في أوروبا في الجرينلاند وانتكاريا في القارة المتجمدة وهي ثلاثة أقاليم المناخية شبه القطبي والتندرة والمناخ القطبي وهنا هنا هي وسط سايبيلا طبعا شبه القطبي وشمال كندا وأوروبا وألسكا طبعا منخفضة الحرارة لكن دون التجمد في الشتاء أمطارها تكون في الصيف لابد أن تعرف فترة سقوط الأمطار في هذه المنطقة مناخ التندرة في شمال المناخ شبه القطبي في المناطق في كندرة وخليج هيدسن طبعا في أمريكا الشمالية في كندا في جرينلاند وشمال أيسلندا وسايبيريا طبعا أيسلندا وشمال سايبيريا ومعدلها تكون دون الصفر طبعا القطبي أقصى شمال القر الأرضية معدلها لا يتنسف عن درجة التجمد ولا توجد أي مظاهر من مظاهر الحياة ويسمى الصحاري الجليدية هكذا عزيزي تنقلنا هنا هذه أسئلة إختار خاصة بهذه الوحدة تستطيع أن تستفيد منها بجميع التفاصيل الخاصة طبعا هنا لابد أن تعرف أن هذه الأسئلة للوحدة كلها وليس فقط لجزئية الضغط أو الخاصة بالأقاليم المناخية وهي تجميع لجميع الأشياء المهمة التي قد تأتي على هيئة أسئلة إختار نتمنى أن تدعمونا وأن تنشروا هذه القناة بين أصدقائكم أحبائكم حتى نصل إلى 15 ألف ونستطيع أن نستمر إن أردتم أن نستمر في هذا الشرح اكتب لي في التعليقات وسنستمر في شرح وتنزيل جميع المعطيات الخاصة بهذا الدرس طبعا هذه كلها أسئلة خاصة مرت في السنوات القادمة وهي خاصة بجميع وتفاصيل الدرس من حيث الأسئلة القصيرة وأسئلة إختار طبعا إن شاء الله سنشرح الدرس القادم الموارد والأقاليم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم